أهلا بكم نبدأ بقى بخبيتنا القوية ما فيش شك ان في مصر في مصر بتحصل جديدة يعني بتتعمل مصر حلوة وجميلة مش بس القاهرة ولا في أسيوت ولا في المينيا ولا في كفر الشيخ ولا في اسكندرية مصر الحلوة الجميلة دي في العالمين والعاصمة الإدارية ومدد النخبة اللي بتلعلت في الصحراء خذ عندك مسأل الحي الحكومي مباني ولا في الخيال مجلس نوابي سعى من الحبايب الكمبارسات ألاف خلينا نتفرق كده على الحي الحكومي في العاصمة الإدارية كله بناك لأ مباني هائلة وتشوف كمان البرلمان تعالوا أكبر برلمان لأول مرة برلمان المصر أيوة مجلس النواب هو قدام حضراتكم أصبح المجلس يستعد لاستقبال السادة النواب مجلس النواب أول حد ده كان لأزر المجلس أوريكم المجلس من جور تشوف المجلس وقاعة قاعة المجلس وإحنا نقلين مع المهندس خال عباس وسأي نقول لحضراتكم قادي المجلس وجوه المجلس وأنت داخل حضرات بتلاقي العدالة يعني قادي القاعة أيوة أعلى مستوى من تاجزات يليخ بدولة بدولة يليخ بدولة بدولة مش مهمة بقى الصيوت والحاجات دي لا لا مش مهمة الكلام ده ما تقولوش المانيا ما تقولوش الكلام ده مهمة إحنا عندنا إيه عندنا الحي الحكومة في العاصمة الإدارية لما يجي لك الضيوف أو لما حد يجي يخطب بنتك ودي العاصمة الإدارية الحي الحكومة لما ابنك يعني يتكوع كده مش عارف يدفع فلوس الجامعة ودي العاصمة الإدارية لما ما تعرفش تعالج مريض ودي العاصمة الإدارية الجديدة وخليه تفرج بس هيشفى هترد في الروح صحيح لكن كل ده بقى بقرود ودم الحي لا وكمان الحكومة بتدفع إيجار لكن برضو مش مهم مش قضية لأنه متأمن النظام مأمنه أو رجالته أو أجرنا الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية باربع مليار جنيه سنويا وبالعقد مستمر لتسعة واربعين سنة والحكومة ستعمل بشكل كامل من العاصمة بداية من خمستاشر يونيو القادم كبداية لازم لازم هو لازم يجي تلاتين يونيو يلاقي السيسي بقى في تلاتين يونيو يزور بقى الحي الحكومي ويلاقي أعضاء البرلمان هناك الكمبارسات دول ويلاقي الموظفين يعيني اللي بياخد أربع ساعات رايح جاي دول يلاقيهم برضو هناك ومساء الخير يا جماعة اليعني شغالين هو ده العسكر كمان عندك هناك هو تنسى البرج الأيقوني عظمة متكلف حوالي اثنين مليار دولار وريني الحكومي اتنين لا وإيه يعني مش مكشفين في دولة مديونة عاملين بورج عيقوني ما تبعش منه أي حاجة ما تبعش منه أي حاجة اتكلف علينا اثنين مليار ونص دولار طب هيبص على إيه البورج ده على الصحراء على الرملة أما ليه توقف فوق في الآخر دور تتفرج على الرملة طب وتحت برضو على الرملة طب يتبع لحد لا ما تبعش والله ما هنبيعه ليه ما تبعش لعني مين المجنون اللي هيجي هنا يعني مين مجنون هيفكر يجي في البورج ده ويدفع ملايين عشان يفتح الشباك يلاقي بحار من الرمال ومش عايزة فجأة بقى بالخضر والحلاوة نصيب المواطن بتاع العاصمة الإدارية في الخضر والحلاوة 15 متر مش نص متر زي المواطن بتاع القاهرة اللي خدنا منه المساحات الخضراء مدينة العاصمة الإدارية مصممة على ثلاث أسس أن تكون خضراء مستدامة وزكية لما عملنا دراسة وجدنا أن المواطن بالقاهرة كان نصيبه نص متر في الخضر لكن في العاصمة بقى نصيبه أكتر من 15 متر ده خلد عباس نفسه برضه مش مكسوف نص متر هو فيه نص متر ده أنتو الخضر اللي كان في جنينة فريال في اسكندرية خدتوه ده أنتو الخضر اللي كان في مصر الجديدة شلتوه من النص هو فيه نص متر ده معاتش فيه نص متر وبعدين كل الفشخرة دي على 15 متر بس لا والله لكن لو نفسك جابتك أيها المواطن القاهرية أو السكندرية أو الصعيدي أو ابن أخوك البرسعيدي أنك تروح تتفسح حينك بما أنك دافع بقى ما أنت دافع ما وده كله أنت جايبه من جيبك ما أنت اللي بتدفع فيعني بص أنا يعني أنت معلش أنت دخلت في قحت وغلى عشان نعمل العاصمة بتاعتك دي فمش يعني يعني مش هننساك هندخلك للنهر الأخدر ومتنزهات النهر الأخضر بس متذاكر معلاش ومتذاكر في حاجة بلاشك أم ليه ادفع ادفع بقى تفضل اسمع هتيجي انت كمواطن في أي وقت يعني سيبك من حفل الفتاح بس هتيجي انت كمواطن في أي وقت يجي تحضر عادي جدا بس تدفع تزكب أما بقى لو فكرت أنك ممكن بعد كل الصرف ده النظام يبيع العاصمة ويسدد البلاو اللي علينا فحب أقولك ده بعيد لمؤخذة عن شنبك لو راجل لو راجل لأن ده مش ممكن يحصل أبدا اسمع كده الراجل بقوله بتعلم أن العاصمة دي هتبعوها يعني بعد ما خلصنا بعد ما خلصناها وكده هتبعو العاصمة فعلاً هتبعوها بالكامل والناس هتجتبوها وخلاص وفلوس هتبعوها في الأرض أي wrap up مرورون مضم الحاجات الإزالة نحاول الهابيع العاصمة نحن نبيع الفلص والمشاب يعني احزوجها عشهر نعم يعني عما نبيع شركة يعني لنبيع إيه انت عبيض أو إيه نحن نبيع الشركات بتاعت المصانع والحاجات دي بتاعت الدولة اللي ما لهاش صاحب دي نبيع وجمال بخيط يطلع اقول احنا شعب من عرفش من عرفش اللي يوضينا من اللي نجيسنا عادي يعني احنا نبيع ايه احنا نبيع شركة مصر التأمين نبيع الازهر نبيع الكنيت نبيع اي حاجة لكن نبيع العاصمة الادارية لا اوه هتقول كده اوه هتفضل ايها المواطن مديون وفقير وجعان ومش انت وبس لا انت والقطط والكلاب اللي بتلعن اليوم انها تولدت في بلد زي مصر لانها مش لا يتاكل زي ما قال رئيس مكافحة الغلاء اسمع علي بها تخيل التناقض في نفس الوقت في نفس الزمن في نفس المكان الناس بتقولك العاصمة الادارية والبرج الايكوني تكلف اتنين مليار واحد تاني يقولك ده القطط والكلاب بتلعن اليوم اللي تولدت في مصر انت متخيل احنا بنعايشين ازاي ويطلع جمال بخيت يقولك الشعب ما يعرفش مصطحته فين للأسف الفقر اضاري بالبلد دي لدرجة الغاء حتى كروت فكت المحمول لان الازمة الاقتصادية ضمرت الكل شركة المحمول او شركات المحمول تلغي انظمة كروت فكة ايوا المواطن البسيط افرح وانبسط بالعاصمة الادارية بس ادفع تذكرة لو حبيت تفسح فيها وايش عيشت اهلك بقى وبس احنا اللي عملنا المونوريل في الصحراء وفي نفس ذات الوقت هدينا تراث اكتر من الف سنة عشان نعمل طريق على الارض افتكرت البنت سوكا وبتقول اهو كيف كده احنا دول امه ليه احنا دول انبسط انبسط عندك المونوريل حتى لو مش تركبه لانه غالي عليك بس انبسط انبسط وريني كده اتفردك اهو اتفضل شايف بيجربوا المونوريل اهو اهو متعلق في الصحراء بس لما يمشي عند مقابر السيدان فيه سيهد المقابر اللي عمرها الف سنة لكن في الصحراء على بص في الصحراء ماشي على على كيفه بقى على كيفك يا غزال على كيفك بلاش تبص لعيشت لعيشت النظام ورجالته عيش عيشت اهلك لانهم حاكموا عليك خلاص لورد كرومر وعمر سليمان وجمل بخيط ان انت متعرفش مصلحتك فين احنا اللي عايفين مصلحتك اللي بعدو موسيقى